كنت خالد ماشاء الله الموسم اللي فات 1999, 2001, 2006 بحاول بطولة بس ما حلفناش الحصف 2003 رغم انك كنت لاخر المباراة كنت بتنافس ايضا كل البطولات المنطقة كنت شبه واخدة لكن برضو يعني ما ستكملتش لكن في نجاحات كبيرة ماشاء الله داخل قطاع الناشرين بنادلالي ولنا بقى الموسم الماضي ابرز اليجابيات وابرز السلبيات الحمد لله طبعا يعني من البداية طبعا انا استلمت المهمة من الكابتن فتح مبروك وكان مجهز هو الشغل كبير جدا زو ما عمت عارف احنا كلنا بنسلم بعض يعني واستلمنا المهمة وكان فيه ترتيبة كده ان احنا لازم بقى فيه ضم لفرق قطاع الناشئين من النادل الاهلي لان احنا اكتشفنا ان الفرق اللي تعالى بمنطقة كلها ما فهاش استفادة حيث بقى العيب بيقعد مواسم كتير او في النادل الاهلي وفي الاخر هو ما بيسافتش بيلعب مطش كل عشر ايام مثلا انا كل اسبوعين مطش في البطولة الماضية وفي الاخر فرقة تكسب 14-15 سفر وفرقة تنسحي برا مفيش استفادة فالنادل فمفيش اي استفادة ومفيش اي ناتج من اللعب انتو حتى كما انت عاشر قائمة اللعب كويس مصبور فكان الهدف ان احنا يبقى عندنا الكواليتي بتاع العيبة مختلفة فعشان تشوف الكواليتي الكويس ده لازم تشوف في المنافسات اقوى فكان الفكرة ان انا هشتري في كل مباراة كل مسابقات الجمهورية وضم كل الامار السينية اللي هي الفوق الكبيرة اللي فوق ال 16 سنة لان الفكرة بتاعنا ان انا لعيب وصل 16 سنة ده المفروض ان هو يكون خلاص بيقيم على الدرجة الولى صح ما ينفعش ان انا لعيب يبع عندي فوق 16 سنة ولسه بينعب بطولة منطقة ودوله على مباراة عشان عشان اقيمه يعني فخلاص فالمفروض بعد 16 سنة تقيم يعني فكل ما هو فوق 16 سنة ابتدنا في الموضوع الضم ده كان من اهم الكرارات خليبان موضوع الضم ده من افضل واهم الكرارات اللي اتاخدت فتاع النشيات الحمد لله فرق معنا كتير قوي طبعا ما تقدرش تعمل الكلام ده الا ازا كان عندك ادارة فاهمة في الكرة كويس قوي تقدر تتكلم معهم تقدر توصلهم بفكرتك وهم كمان هم عندهم الفكر بتاعهم اللي بيخليك تادي وانت شغال مرتاح موضوع الضم ده بالسحل ان انت في ناس بقالها 87 سنة بتلعب في النادي مجرد ان انت بتقولهم مش هتبقى ليكو فرصة ان انتو مش هتبقى موجودين اكيد الدنيا تبقى صعبة جدا والناس مش متخيلة ان هو ممكن يخرج من النادي الاتي في اي وقت من الوقت فده كان محتاج ان انت يبقى عندك رئيس نادي فاهم كورا كويس قوي وعارف ان السن ده 17 سنة 16-17 سنة خلاص ما بقاش ينفع ان هو يعني تسيبه موجود في النادي داني طالما مش عاف تقيمه بالشكل الجايد اللجنة التخطيط برضو ساعدتني جدا ان احنا نقوم بالكلام ده ولما جدنا المدير الفني هو كمان يعني كان رؤيته دي لان احنا كان يهمنا نعرف هو هي الدنيا ناس بره بتعمل ايه ناس بره بتفكر ازاي ناس بره ايه هي المسابقات اللي بتخش فيها فطبعا ساعدنا جدا وحطينا اعداد واركام لكل فرقة فرقة دي لازلت وبا كام لعيب حتى يعني حتى بغض النظر عن القيد بتاع التحدي القرى لان كان غريب جدا برس سنة الفاتت ان الفرقتين بيلعبه دور امتاس 30 لعيد والفرقتين اللي بيلعبه تحت الدور امتاس 25 لعيد فده طبعا وانت كنت ضامن فكان يعني خلتنا يعني طبعا وكانت التجربة صعبة جدا ان انت كمان يعني بقيت بتلعب فرقتين اللي تحت الفريق الاول كلهم 50 لعيد فا وانت كمان روح تماشي كان فكرتك ان احنا هتطلع اعراض فانت بقيت بتلعب بربعين لعيد كمان فالعدد قل عندنا العدد اللي رغم كده ان احنا كنا ماشيين في المسابقتين بشكل كويس 99 طبع الخطة طولة والالفين واحد رغم ان احنا لعيدنا بتلعبين يعني داخلين في يعني 35 لعيب بتلعبين كاملين فده كان تحدي كمان اقتر ان احنا لازم الفكرة تاعتنا تنجح وده اللي حصل لان احنا عندنا القولة بتاع العيبات للموجودين هو يلعب زم هو مرتاح في الالفين واحد فقدرنا ان احنا نحافظ على الكلام ده بشكل كويس ان احنا نحافظ على الروح ان احنا نحافظ على الهد limited to Q ان真的 Lucy